إلى خارج الدولة حيث بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله لقبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع سعادة كاترين كوتل رئيسة لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية في مقر الجمعية في باريس خلال زيارة العمل الرسمية التي تقوم بها إلى فرنسا بحثت سبل التعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الفرنسية في مختلف المجالات وأهمية تبادل الخبرات وتفعيل التعاون والتنسيخ مع المؤسسات البلمانية على مستوى العالم لتعزيز الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها وتركيز على الدور المحوري للمجتمعات المحلية في هذا المجال حضر اللقاء وفد المجلس الوطني للتحدي المرافق لمعالي الدكتورة ليك بيسي والذي يضم في عضويته سعادة كل من عبدالعزيز عبدالله الزعابي النأب الثاني لرئيس المجلس والدكتور سعيد عبدالله المطوع والدكتور محمد عبدالله المحرزي وسعيد صالح الرميثي وعز سليمان بن سليمان وسعادة معضة حارب الخيلي سفير الدولة في فرنسا